اسلام عليكم ازيكم هرميني الاخبار اتمني اكونوا بخير النهار ده ان شاء الله عندنا اه الفيديو جديد من السلسلة بعنوان الفاكت تيبل ايه هو الفاكت تيبل احنا شرحنا بكده وهنريكاب دلوقتي قلنا ان الفاكت تيبل هو هو اساس الداتا بيهاوس موديل وقلنا ان الفاكت تيبل بيتكون من شوية فاكت حقائق وميجرمين شوية مقاييس بنبني عليها البيزن ساعتنا والحاجات ده هي في الاخر بتربزن بيزنس بروسس او اسبكت اوكي قلنا اشهر مثال مثلا كسامل قلنا الديلي ريفنيو فورا بروتكت حسنا حسنا نحسب الكلام ده فنبني فاكت مثلا دي علاقة بالريفنيو بتاع البروتكت ده هو تبني اوضع نحسبه عن طريقه الديلي ريفنيو اوكي طيب قلنا برضو ان الفاكت هي اس يعني هي التاجت تاكل الديتا بيهاوس في بورتس يعني انا ديما تعمل ريفورتس او عايزة معظم الحاجة بتنغطوها على الفاكت اوكي طيب ايه تاني قلنا ان ان هي بتتكون من حاكتين جوا التابل فاكت ومشورمينت و الفاكت وده ممكن اولاية بس يعني انك تلاقي فاكت او دائمينشنز هنلاقي في في نوع اسم اسمه فاكت ليس سنشرحه بعدين ان هو دائمينشنز من غير مجرمينت او فاكت بس نشرحه بعدين مثل بيبقى غالى بيتكون من مجرمينت ودائمينشنز اوكي طيب اه اه لو واحنا بنتكلم برضو على الديتا موديلنج بالنقى ان الفاكتابل هو السنتر بتاع السكيمة يعني بناء السكيمة الفاكتابل موجود في السنتر كده حواليد شوية دا عماتا بيبقى موجود في الموديل ديزاين طيب في اه جملة كده او كود لاريتها نادرة عجبتني جدا لواحد اسمه رالف كيمبل ورالف كيمبل ده يعني لو احنا قولنا اتكلمنا عن امه نقبل كده وانا هو رالف كيمبل ده يعني هو الاب التاني يعني اوكي بس هو الجملة عجبتني جدا قررتها وانا حطينا رفنس تاع الويب سايت اللي هو كيمبل جروب دوت كوم حطيناه في اخر الشبطة احنا محضرين معظم الكنتر بتاع الحلقة دي من ويب سايته بيبقى ايه الكلام ده يعني احنا مش محتاجين ان احنا نقعد نبني فاك تابل ونقعد نبذ المجهود فاك تابل ونعمل ونعمل وحنا اسمه ما عنداش بزنس 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 كيس اعشان لايحد بمشcha نبني بس عشان احنا مش يحتاجينه بس عشان هي مكلفة ده عشان ايه بايه Holly Bridger بيهلك كل الكلام ده عشان نبنيه محتاجين يبقى عندنا نيد ده هو كان يحاول يقوله بس ده النوطة كنت عايزة قولها في حتة دي طيب نيجي بقى هنا وقت هم نتكلم ازاي هنا قبل مفوت اول حاجة نفكر فيها يعني ازاي قبل نبدأ ان نشرح ازاي نفتح ازاي ازاي اصلا طيب ازاي اول حاجة نشوف او عايزين نعمل لها موديل او نعمل لها فاكت اوكي طيب البيزنس دي لقناها طيب ايه ده حاجة التانية يعني ايه عايزة نتفايزة جرين دي بقى حتة جدا واحنا زي ما قلنا بنحاول نفصص في حتة دي يعني ايه اللي عايزين نحطه في كل يعني انا دلوقتي بقى بني مثال هنا وده انا شخص في عندنا سلايد نتكلم عن جانيواليتي بس مثال هنا انا عايزة بني ريبورت بيديني يبقى انا عرفت الجرين هنا ديلي طيب لا انا مش عايز ديلي ريفنيو انا عايزة اجيب مثلا بير ترانزاكشن لا انا عايزة اجيب مانسلي عايزة اجيب ويكلي هي دي عايزة اعرف هو الليفل ده طيب حتة برضو مهمة هل الجرين هو ديت بس يعني ديت تايم بس عشان دي برضو خلطة الناس لأ الجرين قد تكون لي علاقة باسبكت اللي هارد عليها ممكن مسلا عايزة على انهي لفل اف ديتيلز عايزة عايزة عليها مش شرط تكون ديت بس ممكن تكون ازر اسبكت لي علاقة بالديتيل اوكي طيب نقطة الثالثة ديمينشن معنا لدي عندي فاكت الفاكت بيكان قلنا زينا قلنا ايه من ديمينشن وما جامس او فاكتس اوكي طيب ايه بقى ديمينشن محتاج احطها في الفاكت اخر حاجة اهي الفاكت اللي هحطها وطبيعي حريطها هو كلام ده طيب فاكت جانيواليتي احنا حبينا نحط سلايد كامنا نتكلم في عن فاكت جانيواليتي احنا دي مهمة جدا طيب الجرين ايه ايه هو الجرين قالك انه هو بيدفاين ايه اللي بي يعني كل سينجل ريكورد او سينجل اه رو في الفاكت تابل ايه او بيتكون ايه برجسن ايه طيب لاحال يقول ايه هو الجرين هو ده معنى الجرين يعني الجرين ط pounds wide جرين طالع م crispy عناص الذات يجریمار اعpremام الجرين هحاجة طانية الجرين برضو هي في توضيح بهذا حد الزائز الجيد اسكان حدثها دايلي في ايه found daily و هو transaction الى كان في ايه ايه قال لك تخ Secretary ني عمد màew say that屋 were employees ني فوق lamentably escrito Will say what did you say here ? ذهب هؤكذا كان مثل هذا مثالي جدا قال لك ممكن راجلорالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله هو عايز شوف كام سكانت حاصلك في اليوم بس مش في اليوم كام سكانت بتحصل في التيمول ده بعد كده قالك لأ أنا عايز اعرف بقى يعني كيف بقى مثل هذا العليف للستور جي صاحب بقى الجروب كلها عايز اعرف كام بيب بتحصل في اليوم في كل في كل ستور فقالك هي هي دي الفكرة شفت ان ممكن رؤية ما عايز اعرف كل تفاصيل ابص عليها البيبس لو هو تفاصيل البيبس دي وقال لأ ممكن احتيت نقول لأ أنا عايز عايز ابص كل ستور بيعمل ايه او كل منطرة بتعمل اديه ممكن منطرة هتفيهاك اكلم فدي الكلها ديفرنت جرين ديفرنت جانيواليتي تمام طيب ايه تاني عايزين نقول في حتة دي برضو خبالك ان الجرين بيكونترول ديمينشن انت عايز تجيبها في فاكت يعني على سبيل المسال انا عايز اجيب جرين ديلي مثلا حل ديلي سيلز فكده خاص انا مش عايز اجيب الستور بقى مش بير ستور خبالك انت هنا هي الفكرة الجرين هنا قالك ايه عايز ما قالش انا عايز بير ستور خاطر انا فعلا لو حطت الستور الجرين هيتقسم هيبقى ديلي سيلز بير ستور سيبقى بنقول كده في السيك والكيه بروب باي اكتر لان هنا عايز الجرين هنا ايه سيلز وديلي هم دول الجرين تاعدي مش عايز انزل بليف الاقل بير ستور ولا عايز او بير ايتم ولا بير برودكت ما تكلم هنا انجيرال يعني ايه كلمة جرين وليه هو بيكونترول الكلام ده طيب ايه تاني عندنا طيب قلنا ان ان الجرين برضو بيربريزنت الليفل اوف انفرميشن اللي احنا هنعرضها يعني مثلا هو مش دائما ممكن يكون طايم قمنا ممكن يكون ايفنت ودي بتفرق من من حتة الحتة من نيوز كيس طيب اه في جنرال كونس بيكري بيقولك ايه يعني ايه وليه يعني ايه يعني ايه بعد كده ويكلي بعد كده ليه بقى طيب هقولكو ليه حتة دي بسطة جدا وليها منطق معروف يعني انا مثلا كنت في شركة تلكم وكننا عايزين نطلع مثلا احصائية لعقب بباشي السلس هناخد حاجة داني الوكيشن مثلا حل طيب الوكيشن دي احنا كنا عايزين نعرف معلومة كنا عايزين نعرفها هي الديلي الوكيشن مثلا تاعت كل حل طيب فمجينا بدأنا نفكر احنا عندنا تمام بعد الترانزاكشن دي مفوض ان احنا نبني الديلي طيب بس مجينا الديزاين عادنا والاركتكت والشرب اللي هم مسؤولين عن البروجيكت لقينا ان احنا لازم نعمل اولي ليه بقى هتخيلنا ان احنا حسنا ممكن يجينا بعد كده ان احنا لو طلعنا من الترانزاكشن ولديلي وحنا كده لو نرادل اولي هنتطهر نرجع ن figura او من ايه من اراكشن حل طيب بح اتقوللي طب انا كده لو عملت قوير لي المحلظة ع tau اولي بس احياناة بمكنة مش مطلوبة من البيزنس بس احيانا ممكن أبني امرấy المحلظة بس انا عادة ان هي هتسهل لي الهالبعض يعني ايه انا دائقة لو عملت محلولi الديلي يحسب من الهوري خد بالك ما انت هنا ديتك انت تبني الفاكت بتفاهم ادوتي عندي ترانزاكشن مثلا كل ترانزاكشن طيب في مبيع في لوكيشن طيب انا بقى بير كاستمر عملت له بير اوار بالتالي بقى عندي النامبر مثلا او في لوكيشن مثلا او تفاصيل لوكيشن بير اوار كده طلعت اليفل طيب ما اجي حسب الديلي يحسب من هنا فبقى انا قللت القللت بتاعتي بقى بالعكس الديلي هتبقى ابسط من الهوري اول ممكن تاخد وقت اطوام الديلي ده منطقي طيب فعلا بعد ما طلقنا البروشيك ده هوت ما فيش شهر عشان قالنا احنا عايزين نعمل بقى ايه نحسب حاجات العقب الاول وعايزين بقى كمان نجروب بقى اللي هما البيك والوف بيك ده سؤال حلو هل احنا نعمل اللي هو البيك والوف بيك ولا النط على طول الديلي هو ده سؤال حلو احنا ممكن دي ديلها طوالتين انا شخصين شايف يا مش محتاجين نعمل بيك اوف بيك لان انت ممكن بكرة تبقى تقسم بقى كمان ساعات بقى يقولك بالليل هقسمه فيه ناس في البيزنس توقع قسم الليل اصلا ثلاثة ثلاثة فهناخد تلت الاول تلت التاني تلت التالي عايزين نعمل شرق اناليس عليه بالتالي الكامده مش هيخلص فانت ممكن تعمل حاجتين اما انك انت لقى تخليه اولي ولما البيزنس يروس حاجة فتعمله فيو اوفر اولي ماشي او لا انا في الاخر هخليها لها هامل هقسم فيها الساعات تبقى شوية سناب شوتس مسلا جروبس بقى يديلي عليها بس ها ما شفتش حد بيعمل اللي هي الجروبس دي كتير يعني الناس كلها في الغالب بنبني اولي وفوقها يديلي عطول طيب هل ف زي ما قلنا كده اه طب الميزة ان احنا نبني بقى من تحت الفوق ان احنا لو عزنا قالت عندي اولي عزت ديلي هابني من الديلي طب افر دا ما عندش ديلي ابني من منطقي عطول من الاولي هقولك افضل ما تبنيه من الترانزكشن يعني انت با عندك وبنية اولي هكاتبني عليها المنطقي افضل ما تبنيها ترانزكشن وقل لي بس انا هل ينفع ابني انا كا او ابني حاجة مش مطلوبة لا هي مطلوبة يعني اما يقولك هو بيقولك بتاعه ما قلكش ان هو عايز تبنيها ازاي? انت بتكتبني بتقولي ان هابني اولي وهابني هابني هابني منصلي. هتقولي طب ما انا كده متحط لنفسي هو فعليه ان او شفت بتلاقي لأ ان هو في الاخر الاول هو اصعب حاجة ادي لي اقل منه. تمام. طيب نيجي هنا احنا كده شرحنا الفاكت وشرحنا الجاني والتي نبدأ نتكلم معها الطايبس. احنا عندنا طايبس للفاكتس. عندنا فاكت فاكت تابلسي 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 تابل طيب يعني ده معناه ان هو هو عنده one row per transaction في الموضوع منطقي وواضح طيب ايه تاني كل transaction يعني احنا كل ما عندنا transaction وينيه تقال على using the record يعني كل ما عندنا new transaction بنحط new record تمام طيب هتقول ليه حاط الملمة عشان ده من ضمن ال difference between facts اوكي طيب من ضمن برضو حاجات الترانزكشن ده انا احب بيجروفه fast لاندخبها كل يوم عندي كل transaction عندي new record فبالتالي اللي تبقى ده بيجروفه كبير جدا تمام طيب ناخد مثال احنا عندها مشهور جدا مثلا ده telecom data عندنا custom ID عندها transaction date عندنا transaction time عندنا call type عندها duration بالسكن مثلا فمسلا هنا ده في يوم واحد مثلا واحد الراجل في الديئة دي الساعة دي دي السانية دي عمل مق twee ساتلة وعشرين ثانية ما اغم guarantee 360 سانية ما اغمみたい ان كان قيم تدخل آل 3,000 ثانية ما هذه التنفذات في الديو رياني كل نو ريكورد ينزل لي Her T.C بنزل النوع التاني gigante طيب ايه بقى البريندك ده النوع التاني بتاعنا البريندك ده بيقى بوا?'dinnej man البريندك بيبقى tah leavele السبتالي ابل اiable عشان وہ LAB بيقى have 3 hin بيقى له believeleание اعلى من الترانسكشن ده ISO ح thee? عشان اسمه blaming اوكي طيب طبعا بيقالي هو اعلى اعلى زي مسا قلنا ممكن تكون اولي فيبقى تمام فبالتالي بقى عنده اقل من الترانزكشن منطقية طبعا طيب مثل شفنا احنا الاكزامبل ده اللي هو في الترانزكشن داتا ده كده ايه فا احنا احنا اخر شهر عملنا وان ريكورد تابل تاني في وان ريكورد ايدي مثلا وانس ايدي ده بقى ايدي المنز يعني انا عايز اجيب مسلا كل غيرا بقى اخر يوم في المنز بقى محطوط له كده كرفرانز يعني بقى حلو ليه محتاج حاجة زي كده اف الجيل ده اتقالك انا عايز اعرف في مسلا 2 يناير مش هوا ده اقع قوض ايه قولت مسلا ثم احنا سيلاكس مثلا احنا سيلاكس من الترانزكشن من ال ماهي تقوض بتاع الترانزكشن و مصلا كالي الساقل طيب اقوال انترانشن لا هوا يقروض او اطوو سيلاكس انترانشن في فرم ده طعم هي ممكن في اسم الترانشنل هنا ده مش ستاندرد خيب اسمه بتوطه ال انكمنج توطل اوقويننج ال انترانشن حسب من sistem وان شاء الله نفصص فيديو مخصوص للمي كونفنشن يعني ده كان مشي كونفنشن المفروض يتحطيه مهم؟ بس هناك بقى عندي وان ريكورد لكل مانس ممكن عندي وان ريكورد لكل ديه ايا كان يعني ده هيدي طيب نيجي بقى الاكيوميليتد والاكيوميليتد خليني بغضو نقول حاجة الاكيوميليتد والترانزكشن هم ترانزكشن ليفل يعني بقوا ليفل من الترانزكشن مختلف عن الأجريجيتد طيب هنا ترانزكشن هو اعني ترانزكشن لنوي نبيانبير طيب الاكيوميليتد الفنسي طيب يعني ايه الكلام ده هشوف في الاكسامل مهم الحاجة التانية ايه هي ان انا هنا مش باكيمولة الوقت يعني مش باعلي الوقت بتاع الطايم لا انا باكيمولة بيزنس بروسيس يعني مثلا كان عندي ستاج ايه وستاج بي وستاج سي ماشي ايه ستاج ايه مثلا اخذت وقت معين بعد كده جهت ستاج بي بعد كده ستاج سي فبعندي وانا ريكورد بيبرزنت الفول ستاجيس لبلاتفورم بتاعتي وكل مايحصل نيو ترانزاكشن او نيو ابضيت بابضيت السينجي الريكورد ده تمام طيب قلنا ايه تاني حتة دي قلنا ان كل ريكورد بيصامراز المجرد او بيزنس افنت اللي بتحصل بريوديك ستيبس يعني كل بريوديك ستيبس كل ستيبس بتحصل الريكورد ده بيحصل له ومكان فعلا جدا اكيومليتج مش نيو ريكون اكيومليتج في نفس الريكون نفس اكيومليتج تمام من البيجيني ج Vielen خيار جدا حاجة كمان ان التيبول دا عشان تبنيه لازم عندك ما ينفعش انك انت تبني اتابل دا وانت مش عارف اله او بتاعتك vienen بتاعتك هيبقى ممكن عندي زيادة او نس لأ لازم عندي كل واضحة وكلير عندي تمام طيب نقطة برضو مهمة تانية الفاكت ده بيبقى يعني انا ده بيبقى عندي بيحصل فتبقى ابدا ما تبقى روز تبقى وبالتالي لما يحصل كل كل نيو ستيبس او كل نيو ستيج هابدتها فيبقى واضح عندي ان الريكورد هو في كل البيزنس بروسس تمام طيب حاجة كمان بقى هنا احنا بنقولها ايه بنقول ايه ان بتاعت الاكيوموليتد اه سنابشوت مني انجيش لنحب الريبورت بروسس او طيب اه فبالتالي لما بنلاقي اللايف سايكل بتاعتنا في عندي لايف سايكل او عندي ستيجيس هنا بفكر ان انا وعايز وعايز ابرزنت افان ريكورد بفكر في الاكيوموليتد اه فاكت تمام طيب اه ماشي حاجة حاجة كمان اه ان الاتفاكت ده بيستخدم عشان يمجر بزنس اه البروسس برفورمانس لايف سايكل يعني عندي ستيجيس مسلا عندي كليمز مسلا او عندي سايكل في بانك مسلا عايز اعرف ما بين كل سايكل وسايكل او ستيجي سايكل او ستيجيس اخده ده ده ايه فبالتالي بزد على الريكورد او الفاكت ده طيب تعالي اخونا مثال الورده لايف سايكل انا واحد عمل اوضر اونلاين من اول بيحط الورده ده اخدت مقدر يوصل له عايز اعرف كل ستيجي بتاخده ايه دي كده انا عارف مثلا مثلا او خمس ساعة في الورده هنا انا عندي الورده مثلا كرييشن مشاعرف بليس او بايمنت اعرف كده بعد كده ديليفري بعد كده فبالتالي ستيجي بس هايز اعرف ما بين كل ستيجي و ستيجي بيتاخده ايه عشان اكيوموليتي بزنس بفروم ناس تعطي ديه من ضمن الحاجات اللي انا بقسها في السايكل دي او دي كده واضحة عندي ديفايند ستيجي ستطب حلا كمان الانشورنس مثلا انت قاعد في امريكا مثلا وانت روحت المستشفى وقلت انا عايز اعمل ايه ادفعت الفلوس عايز تكليم الفلوس دي مثلا الستيجز بتاخدها من اول ما بتصميت الكلام ده ده غيرت ما تاخد فلوسك تاخدها دي ايه هي دي بردهم يوس كيس حاجة من الهيرينج بروسس مثلا شركة عندها هيرينج بروسس من اول ما بتاخد الاعلان غيرت ما حد يتقدم غيرت ما حد يعمل انترافيو عايز اقيس السيكل دي هو ده اكيوميليتد سنبشات خباك احنا بنقول احنا بنحط التيبس دي عشان انت ما تشوف البتن ده تنبليونتو بالشكل ده بتبعودش تفكر في اكتر من شكل طيب هواف انا هتقول ممكن يتعب بشكل تاني ازاي بس احنا هنا بركزين على الطيب ده طيب هناخد اخد اجزامبل هنا بيقول ايه عندي انشورنس كامب دي عندها اسمه فاكت كليم بروسسينج طيب فاكت ده بيربريزنت ايه بيربريزنت كليم نايف سايكل في الكامبني طيب ايه تاني بيقولك ان الفاكت ده بيبقى جواء الديتيل بتاعت الكليم كل تفصيل حصلت على الكليم ده هيت طيب كل ستيج بيحصل لها update الفاكت ده بيحصل update after كل ستيج بس خبالك within the same record انا مش بحط new record هذه نقطة مهمة جدا انا عندي هنا ستيج مسلا عندي البيمنت وقت ما بين بتحصل البيمنت مش بحط new record ودي هنشوفها في طيب تعالوا هنا ناخد الصورة دي بتعبر عن ايه عن بيقولك ان انا عندي هنا بيقولك ان انا عندي هنا هنا انت عندي هنا ايه ان انا هنبقى عندي a report number of days ما بين قصيره لايج لايج دي بيبنسبة هي فنكشن في السيكورب وهي اصلا لاج ياني اللاج مبين مبين اي مبين مبين اي من الستارة الاند اند حل بس انا هنا انا عايز اكمبير كل ستاج كمبير للسطارت مش للقبلها في ناس تبني لقبلها بس هنا عايز نتكلم ايه يعني مسلا انفستيجاشن كمبيرد للركوست رفيو اخير ديه من من الستارت ديت الديسيشن اخذت ايه من الركوست ديت هكذا تمام طيب ناخد هنا اكزامبل اكزامبل هنا ان انا عندي هنا ادي كلم ادي تابل اسمه عندي هنا كلم كي عندي كاستو ماركي عندي بوليسي كي عندي كلم ديت ده الديت الاولاني عندي انفستيجاشن ديت عند وعندي ضيشن ديت وعندي البيمن ديت طيب انا دي عايز ايه سي الحيطة دي طب قبل ما نخرج اصليه او في تكا كده عايز نفكر فيها سوا احنا شرحنا قبل كده اصلوا الوصف اصلوا الوصف اصلوا هل ممكن نحل المشكله دي بسلوا الوصف ايه نفع نحنا ده السبب الان احنا شرحنا الوصف نفسه لانتي نفطر ده انا عندي تابل انا هنا هيمبل المنتهج ازاي هيبقى عندي date مثلا تاعة transaction ويبقى عندي transaction type مثلا حل فانا كل new transaction هحط new record transaction type و date مختلف فبالتالي هيبقى عندي بسهولة جدا اه راحسب اه 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 راحسب اللاجمة بين كل two stages واحنا اتكلمنا عالطيب ده بالتفصيل في اليوم اقبل changein Geschichte اه ريت لو انت مشوفتش الفيديو ده ارجى هشوف الفيديو ده slow changing dimension اول fast برض اهم الاتنين بيبقى من اليوم اقبل changeinج انه هايزين بص تبص عليهم لو انتوا هشوفتهم مش طب لو شوفتهم اهن هابنقول بقى ليه ممكن ما نيمبل منتش اللي انا كل مرة هعوز احسب اللاج ده هتطرر اروح اعمل sub query ان انا هحسب اللاج وليد وكلام ده هوت في sequence بس احيان في الناس بتقول لك لا انا مش عايز Garofance بشكل انا عايز وان ريكورد ان انا الواصلوش ان انا احصل بلا كيموليت سنابشوت واحد دورك لان عايز وان ريكورد يبريزنت الفول بروسس عشان اما اعرض لها احسب شوية اناليسي بقى مضوع سهل عندي عندي كل كل كليم بروسس وان ريكورد فسهل جدا ان اوضع بريزنتها للبيزنس او بيزن يده يشوفها حتى مش محتاج مني اي مساعدة او كوريس طيب تعالي هنشوف الفاكت البروسس هنا بفول وافتر ده التابل اللي اساسي طيب افتر هنا عملت underscore accumulated يعني عشان بس نبقى شايفين الفرق احنا كل اللي عملنا ايه ان احنا بعد كل date حسبنا number of investigation days to investigation اخد ايه الinvestigation اخد ايه الرفيو حاطنا number of days حاطنا number of days to decision كل stage من دي كل stage حصل لها update ابدنتنا column اخد باك احنا الكامعة column طيب تعالنا اخو المثال هو مفروض ده يبقى كده هو اتمقلوب بس هنحطوه كده عشان ايه نقدر نحسابها سوا هنا عندنا كلام key one to three اي حاجة وعندي بروسي كده مش مهمين طيب ابدأ باول حاجة الكلام جالي امتى يوم واحد واحد الفين وعشرين طيب الinvestigation بدأ امتى يوم ثلاتة يبقى الinvestigation اخد ايه يومين اهو حطنا اليومين طيب خبي بقى الكلام ده الكلام ده بقى نل مريفش اي حاجة هنا في الريكورد ده طيب يجي المرحلة بعدها يبدأ الرفيو فرفيو بدأ هنا بدأ او هو اتعمل يوم ستة تمام يبقى التو تلات دقيقية ستة ستة سويت كان يوم سبعة يبقى اخد ست ايام من امتى من يوم واحد مش مين مش مين هنا وهي زي ما قلنا ان ممكن نستعمالها كده ونستعمالها كده بس الغالبية بيعملها بالشكل ده هنا سهل جدا احسب الفرق ده طيب هنا اخذ سبعة ايام تمت يوم حضاشر فهنا كده اخذنا عشر ايام مفهود هنا بيحاجة بقى بيحاجة بقى بيبقى فيه زي الريكورد الوان او يعني هي مفهود مش تن دي وان او زي رإيان المفوض ان خلصت او زي ترعشان ممكن 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 بطمج يصر اي سبا مثلا عايزة احسب كل واحدة عايزة احسب الكون انت مثلا فدي من ضمن الحاجات اللي احنا في الـ types اللي هي الـ accumulate snapshot طيب نجا ناخد comparison ما بين الـ fact tables types اول راحة transaction قلنا one record per transaction periodic one record per period time period يعني ليها time طيب accumulating here one record for entire event stages طيب date dimension قلنا ان الـ transaction هو lowest granularity periodic هي end of period granularity او يعني خنقول هو الـ period معينا هو الـ end بتاعها granularity يعني day month year او كان والـ accumulating هم ليه اكتر من date يعني مش date واحد يعني ملطي يعني طيب الـ facts هنا هنا بيعانت حاجات اللي هي عاكم الـ transaction activity هنا لكن الـ periodic بيقى periodic activity حاجات اعلى اللي فيع مكرب عشان عندي كل التفاصيل بيعاندي حاجات اللي عاكم القيام بـ period دي بس اللي يتخليني اضحقة الـ period ده ااااا a- accumulating بيبقى على حسب defined lifetime activities للحاجات اللي هي علاقة بالـ activities بتاعتي يعني عندي زي ما قلنا كده في المسال اللي فات payment decision review هو دي الـ stages بتاعتي طب هنا الperiodic بس هي الاختراف في الابديت ان الابديت انت ننزجش هبنعملش فيه ابديت لكن نفس الابديت بعد ما كل تخلص تمام طيب احنا كاشو عنا الفاكت تيبولس طيب الابدي هنش هبقى الفاكتس طيب اللي هي الفاكتس نفسها طيب فاكتس دي نفسها ليها تايبس برضو طيب زي ايه في عندنا هنا شوية تايبس منهم ايه اداتف فاكت السمي اداتف فاكت النون اداتف فاكت الدرايف فاكت التكشول فاكت الفاكتلس طيب نبدأ باول واحد اداتف فاكت احاول نقص شوية موجودة هو ببساطة كده اداتف فاكت ده هو ايه هو يعني من جنرال كده هو اكتر اصلا اكتر واكتر نوع فاكت مفيد ليه ان هو بيقى فاكس بول جدا وبيديني معلومات كتير بيقدر استخدمه مع كل ازر فاكت ام كل ازر ديمينشنز يعني اقدر اصم الفاكت ده مع اي ازر ديمينشن او اي ازر فاكت ان هو مفيد ده هو الواحد وكده يقدر يديك كل معلومات ده عشان كيفا فيه انا سبط اعطل لك ان هو فاكت ده عشان كيفيا بيقولك ايه عندنا هنا عندنا هنا سلز تابل حلت سلز بده جوا ايه جواه يذاتف سلز ام انا ممكن ان اخدصم السلز امان دي بر دي ممكن ان اصم السلز امان دي بر ستور وسلز امان دي بر بردكت بالتالي القوم ده قد اصطره مع اي اي قوم تاني طب السمي السمي زي الفاكت بل بس هو ما بيستخده ده مش مع اي كولوم وخلاص بسمع بعض الكولومز يعني فايدتهم ببطلعش غير مع بعض الكولومز ممكن سمعها في الكولومز ادنية بس مش هديك فايدة اصلا او مش مفيد كمعلومة او ممكن تستخدمها بس مش هطلعها الفايدة اللي مفهوض تعملها فعلى سبيل المثال في التبل ده احنا عندنا هنا احنا قلنا بعضه هو من ضمن الاساب بتاعتهم مش سيمي او برشل اداتيب هنا عندنا اكاونت في بنك في مثلا ديت وجوه اكاونت وكاونت بلانس وبروفيت طيب انا هتي ممكن اجيب التوتل او سوء التوتل كاونت بلانس فور اول اكاونت حلو؟ معلومة مفيدة طيب لكن انا مثلا لو جيبت الكاونت بلانس مع البروفيت مارجن هلوما مفردين مع بعض؟ لا هدي الفكرة ان انت بتاخد الكاونت بلانس مع بعض الكولومز مش مع كل حكة وانان اداتيب هو الوحده بيبقى من نسبيا مش بيحصل له اصلا سمع اي ازا كولومز بس بيقع اغياليبا ان هو بيقع او ريتشو ما بين بعض الحاجات او بيقع لكم بالمثمات الكالكوليشا ومش بيستخدم وبيستخدم وبيقى مع ازا فاكس او ازا كالكوليشن في بعض الريبورتينج على سبيل المثال هنا بروفيت مارجن بروفيت مارجن في حد ذاتها هي مثلا لو خط بروفيت مارجن مع كرونت بلانس هي مفيدة بروفيت مارجن مثلا بردي مش مفيدة برض المثال تمام؟ طيب حلط حب افاكبics verfact esism ingen saiyx طيب ناخل مساء كدا على السريح ؟ عندنا هنا ايديو كواه اي طيب او ايتم ايديو او او اي تيو الديو والاللام اي دايزة عملكات مسائلة ده اليونت برايس وده الدسكاونت ده التوتال سيلز طيب انا عايز احسب التوتال سيلز هيبقى الكوانتيتي مسلا في اليونت برايس مينوس الدسكاونت مسلا بتاعها طيب الفكهة هنا ليه محتاج حاجة زي كده صراح ده سؤال منطقة احنا كده احنا مش منفكر بالمنطق ليه ازود كله لما ممكن احسبه وكده بصراح دي دوبلكت انفورميشن وده قد تكون معلومة في ظاهرة صح سواء ايه ده الحق ربي باطل يعني ان هو فعليا احنا ممكن نستخدمه بان انا سعب عايز اجيب الصندق على طول فبدا اما كل مرة اجيب سيلكت مسلا انا عايز اجيب مسلا بدا ما اعود كل مرة احسب الحزبه دي لأ بعمل حزبه فاكت ان انا من الفاكت من كرانت فاكت اجيب نيو فاكت وايبقى محسوب جاهز ريدي درايفت ودي نقطة مع عشكال درايفت ان هو جاي من الكرانت مش مش من السورس طبعا ما زي موقعنا هو بنستخدمه عشان يبقى اهزة على طول كفكرة اسرع يعني وبالذات لو اتبوا لده في داتا كتير طيب التكستر فاكت ده بيبقى بيبقى غالبا جواه كاركتر او تكست طيب بيبقى جواه فلاجز انديكاتور شوية تكست بس صور فكرة مهمة جدا ان انا حترت باللحمة هنا ان احنا عايزين نافويد الكلام ده نسبها بنحاول معظم حاجه تكون نوميرك وتكون ديمانشن لكن لو طريق نستخدمه فيبقى اقل حاجه ده محمدشة محتاجش حزان بس هو اي فلاجز يعني اي فلاجز او انديكاتور مسان يعني طيب فاكت لس احنا هو فاكت لس هو بقى تعبوا فاكت بس كله ديمانشن مفهوش فاكت هتقولي طب اي فايدة الكلام ده احنا اتكلمنا موضع هوت وحبنشرح الديمينشن على فكرة انها ممكن يبقى عندي يوس كيس انا محتاج ان انا اجمع الريلاشن او اجمع الترانزاكشن مبين اكتر من ديمينشن بفيش فاجت بس عندي اكتر من ديمينشن واجمعهم مع بعض لعلاقاتهم مع بعضهم بيحصل ريبورتين بيزد على الكلام ده ماشي وفي ناس كان بيبقى موضع من لي موجود في الستار سكيمة برضو النسبية عندنا ممكن يبقى عندي فاكت كل فيه اي دي او ديمينشن بس بيتجمع راقب بينهم تمام اه طيب احنا المين الريفرنس للليسون دي اتعملت مش مين الريفرنس من الكتاب بتاعنا عملناها من الصايت ده اللي هو كيمبل جروب كيمبل جروب انا بنصحكم انتم مش بس انك تخشوا على المقال ده بص على ووب سايت عمتا الرجل عامل كام توبكس عن المجال كبير جدا واحنا استخدمنا من هذا الصايت ده وهنا استخدمنا من الوب سايد ده صار الله شعبنا ايه اكسامبل هنا ولووب سايد ده باطه عشان نجيب اه اه سنابشوت فاكت ايه اكسامبل افضل عامل هنا فاحنا نجمعناهم مع بعض طيب احنا ها ده شرحنا ايه شرحنا ايه هو الفاكت اعملنا ركاب ليه شرحنا يعني ايه جرين بعني ايه جاني والتي و ايه ازاي نفكر في ديزاين بتاع الفاكت و شرحنا الفاكت تايبز و شرحنا الفاكت تايبز و قلنا الفرعب بينهم و اتمنى يكون الموضوع واضح احنا كده خلصنا ايه خلصنا كل ما يقول لي علاقة بالفاكت فيديو فيديو ده هو اه في شوية توبكس هممكن يعني في شوية ما قلنا فاكت تايبز اه بس ما كانش هنعميش مشهور قوي بس هي في الاخزة ما قلت لكم هي وزين نفس الاي دي اه اتمنى تكونوا مبساطة في فيديو ده اتمنى تكون كل حاجة واضحة ان شاء الله السلامة في فيديوهات الجاي السلام عليكم